حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسني عن حضي أبي ساسان الرقاشي عن المهاجري بن قنفذي بن عمير بن جدعان قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد علي فلما فرغ من وضوءه قال لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء حدثنا عبد الوهابي عن سعيد ومحمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسني عن حضي أبي ساسان عن المهاجري بن قنفذ قال عبد الوهابي ابن عمير بن جدعان أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوءه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله تبارك وتعالى إلا على طهارة حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد عن الحسني عن المهاجري بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول أو قد بال فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم رد علي حدثنا عارم حدثنا معتمل قال وحدث أبي عن أبي العلاء بن عمير الجريري قال كنت عند قتادة ابن ملحان حين حضر فمر رجل في أقصى الدار قال فأبصرته في وجه قتادة قال وكنت إذا رأيته كان على وجهه الدهان قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه حدثنا يحيى بن معي وهوريم بن عبد الأهل قال ثن معتمل قال قال أبي عن أبي العلاء بن عمير كنت عند قتادة ابن ملحان فذكر مثله أبي العلاء بن عميرك